بعد التحقيقات التي أجرتها وزارة الصحة بشأن قضية الطفلة التي كان مستشفى النيني قد رفض استقبالها في طرابلس وبعد الاستماع لإفادات إدارة المستشفى وأهل الطفلة وعدد من الشهود قرر وزير الصحة العامة وائل أبو فعور توقيف العقد الموقع بين الوزارة ومستشفى النيني وأرسل كتاباً بذلك إلى إدارة المستشفى محذراً من أنه في حال تكرار مثل هذه الحالة سيحيل الملف مباشرة إلى النيابة العامة التمييزية وفي سياق متصل عمم أبو فعور على جميع المستشفيات ضرورة التقييد التام بتنفيذ بنود العقود الموقعة بينها وبين وزارة الصحة والامتناع كلياً عن رفض استقبال المرضى ووقف التمييز بين المرضى ووفق حالاتهم المادية أو الجهات الضامنة لهم وعدم تقادي آية فروقات غير قانونية منهم تحت طائرة إجراءات عقابية إدارية وقضائية مؤكداً أنه لي تهاوى إطلاقاً في حماية الحق الطبيعي لجميع المواطنين بالطباب والاستشفاء وحفظ كلامتهم وسلامتهم وصحتهم